هاي ذير انا محمد سلام وانت بتشوف دلوقتي قناة متعة التعليم الحلقة دي هتكون اختبار يعني تجيب ورقة وقلم عشان تشوف في الاخر هتاخد كام درجة الامتحان هيعتمد على سرعة التذكر والسماع فقط السؤال اللي هسأله لو عرفته لوحدك ونطقته بصوت عالي مباشرة ادل نفسك درجتين واللي هتعرفه لكن بمساعدتي هتدل نفسك درجة ودلوقتي هتفهم ازاي السؤال الاول معانا بيقول لو عايز اقول لحد متى تاريخ ميلادك جاوب على السؤال دلوقتي وبصوت عالي عرفت ادل نفسك درجتين معرفتش اسمع الاختيارات اللي هقولها دلوقتي مع ملاحظة ان الاختيارات مسموعة بس يعني هتسمع من الجملة عشان افكرك بيها لا اكتر ولا اقل يا تاري هنقول what is today's date ولا when's your birthday ولا where are you from لو عرفت الاجابة دلوقتي ادل نفسك واحد بس خليلنا ندخل على السؤال اللي بعده السؤال الثاني هل يمكن ان تزدي الي خدمة جاوب دلوقتي وبصوت عالي ادل نفسك درجتين لو جاوبت ولو ما جاوبتش اسمع من الاختيارات يا تاري هنقول just promise me ولا would you like something to drink ولا can you do me a favor عرفت تجاوب ونطقت بصوت عالي ادل نفسك درجة واحدة بس السؤال الثالث اذا اردت ان اسأل شخص كم طفلي لديك كم طفلي لديك درجتين لو جاوبت ولو ما جاوبتش اسمع من الاختيارات يا تاري هنقول له do you have a hobby ولا how much money do you have or how many kids do you have لو نطقت الجملة بصوت عالي وعرفتها ادل نفسك درجة بس السؤال اللي بعد كده كيف تقول لشخص مريض هل تشعر بتحسن اجب الآن وبصوت مرتفع اذا استطعت الاجابة من اول مرة فاعطيه لنفسك درجتين ومن لم يستطع الاجابة ساعطيه بعض الاختيارات الاختيارات do you feel better or I never said that or are you sick اذا استطعت ان تجيب في هذه المرحلة فاعطيه لنفسك درجة واحدة فقط السؤال الخامس اذا اردت ان اقول لشخص لا تكذب علي اجب الآن وبصوت مرتفع اضف درجتين اذا استطعت ان تجيب بمفردك لمن لم يستطع الاجابة فاليك ببعض الاختيارات swear to me or be patient with me or don't lie to me السؤال السادس اذا اردت ان تقول لشخص اطمئن اجب الآن وبصوت مرتفع الاختيارات الاختيارات are you sure don't get me wrong rest assured السؤال السابع لا تضيع وقتي اجي بالآن وبصوت مرتفع الاختيارات your time is up don't waste my time don't let me down السؤال الثامن لا تتناقش معي لا تقادلني انتقل الآن بصوت مرتفع الاختيارات what's done is done don't argue with me stop making excuses السؤال التاسع ساتصل بك لاحقا اجب الآن بصوت مرتفع الاختيارات who's calling keep the change i'll call you back later السؤال العاشر كيف تقول لشخص اريد ان اتحدث معك الاختيارات fasten your seat belt i wanna talk to you or i wanna show you something اذا استطعت ان تجيب في هذه المرحلة فاعطي لنفسك درجة واحدة فقط من الآن فصاعدا ستكون الاسئلة بشكل عكسي بمعنى انا ساقول لك جملة بالانجليزية والمطلوب منك ان تعرفها باللغة العربية وتنطقها بصوت مرتفع على سبيل المثال stop making excuses توقف عن اختلاق الاعذار المطلوب منك انت ان تقول توقف عن اختلاق الاعذار ولن يوجد هناك اي اختيارات فالمطلوب منك فقط ان تعرف معنى الجملة ما معنى get out of here get out of here الدرجة هنا من واحد اذا عرفت الاجابة فضع لنفسك درجة السؤال التالي ما معنى just between you and me just between you and me السؤال التالي let me know if you change your mind let me know if you change your mind السؤال التالي get to the point get to the point السؤال التالي you're out of line you're out of line السؤال التالي i'll never tell anyone i'll never tell anyone السؤال التالي do you know what i mean do you know what i mean السؤال التالي i kinda like it i kinda like it السؤال التالي don't play the innocent with me don't play the innocent with me السؤال التالي والأخير في هذه الفقرة how dare you come to my house how dare you come to my house والآن مع السؤال الثالث وهذا السؤال سيكون بالطريقة التي اعتدنا عليها سابقا ستسمع عشر جمل من متحدثين أصليين وتكتبها في التعليقات وبالطبع لا تنسى أن تعطي نفسك درجة على كل إجابة عرفتها سلامك الض�� مكتبها مكتبها 하는 غاق 80 0 States أنت ترى أمثل شيئا أنت ترى أم حارفنا أنا لأم بعد سيده 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 احضر لي أمود انت مرائل تسيد يعجب تسيد امود المطلوب منك الآن أن تجمع درجاتك بالكامل ثم تكتبها في التعليقات المجموع الإجمالي للدرجات 40 درجة ومن الدرجة التي حصلت عليها تستطيع أن تستخلص بنفسك إذا كنت تريد أن تبذل مجهود أكثر أم أنك تسير على طريق صحيح غدا بإذن الله أو الحلقة في المستوى الثاني وأعدك أنك لن تجد أي صعوبة إطلاقا ورغم ذلك ستحصل على نتائج مبهرة إلى اللقاء